في إطار جهودها الحثيثة لعمارة المساجد في مختلف محافظات الجمهورية افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعاء مسجد الشهيد أحمد منسي بمدينة بورج العرب بالإسكندرية وإتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح أكثر من 350 مسجداً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتأهيل المساجد جاء افتتاح الدكتور محمد مختار جمعاء وزير الأوقاف مسجد الشهيد أحمد منسي بمدينة بورج العرب بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد تقديراً لابناء الوطن العظام الذين ضحوا في سبيل مجده وعزته والحفاظ عليهم هذا المسجد له دلالة خاصة اسم الشهيد العقيد أحمد منسي رحمه الله له دلالة خاصة لأنه أصبح رمزاً وطنياً وقدوة ليس لهذا الجيل من الشباب فقط بل قدوة لأجيال اسم الشهيد أحمد منسي سيظل القدوة لأجيال وبخاصة لدى الشباب لدى كل وطني شريف أصبح رمز التضحية والفداء مسجد الشهيد أحمد منسي شهيد على طراز الإسلامي المميز وتبلغ مساحته الداخلية 270 متراً كما أنه ملحق به مصلى خارجي على مساحة 2000 متر وساحة انتظار سيارات المسجد اللي احنا حضرين في الآن إن شاء الله بنراعي فيه الإجراءات الاحترازية كما هو موضح والمسجد تقريباً على مساحة 1270 متر بالملحقات بالإضافة إلى ساحة انتظار السيارات للوافدين إلى المسجد خطة وزارة الأوقاف التي تضم افتتاح أكثر من 350 مسجد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من بينها افتتاح أكثر من 20 مسجداً في خمس محافظات من بينها 7 مساجد بشمال سيناء ومسجدان بالإسكندرية رامي محمد التلفزيون المصري اشتركوا في القناة